موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الرابعة بعد المئة الأولى من صورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون تشير الآية إلى منطقهم ودليلهم على قيامهم بهذه الأعمال التي ذكرتها الآية السابقة فتقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي وإذا قال قائل على سبيل النصح والإرشاد إلى الخير لهؤلاء المقلدين المنقاضين قيادا أعمى للأوهام إذا قال لهم هذا القائل تعالوا أي أقبلوا واستجيبوا لما أنزل الله في كتابه ولما أنزل على رسوله من هدايات لتسعدوا وتفوزوا قالوا بعناد وغباء حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أي كافينا في هذا الشأن ما وجدنا عليه آباءنا من عقائد وتقاليد وعادات فلا نلتفت إلى ما سواه فاتبعوا ما شرعه العبيد وتركوا ما شرعه رب العبيد ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد واختاروا عبودية العقل والضمير للآباء والأجداد وهذه حجة كل دال مقلد لمن صبقوه بغير تعقل ولا تدبر إنه يترك معاني العزة والكرامة وإعمال الفكر ليعيش أسيرا ذلته للأوهام التي شب عليها وصار خلفها مقلدا غيرا ومنقادا لهم قياد الخانعين الأذلاء ولم يذكر سبحانه القائل في قوله وإذا قيل لهم للإشارة إلى أن الذين يدعونهم إلى طريق الحق متعددون فالنبي صلى الله عليه وآله يدعوهم والمؤمنون يدعونهم والأدلة الدالة على صدق هذا الدين تدعوهم ومع كل ذلك فهم في ضلالهم سادرون وتحت سلطان سادتهم خانعون وفي الواقع كان كفرهم وعبادتهم الأصنام ينبع من نوع آخر من الوثنية هو التسليم الأعمى للعادات الخرافية التي كان عليها أسلافهم معتبرين ممارسات أجدادهم لها دليلا قاطعا على صحتها وأراد الله منهم أراد منهم أن يرجعوا إلى تفكيرهم ليناقشوا الموضوع بهدوء فمن هم هؤلاء الآباء والأجداد؟ إنهم مثل الناس الذين يعيشون معهم فمنهم العاقل ومنهم غير العاقل ومنهم المهتدي وغير المهتدي فكيف يمكن أن يربط مصيرهم بهم دون مناقشة ومراجعة تفصيلية لما يحملونه من أفكار ولما يواجهونه من مواقف ويرد الكرآن بصراحة على ذلك بقوله أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ رد عليهم بأسلوب التأنيب والتعجيب من جهالاتهم وخضوعهم للباطل بدون مراجعة أو تفكير أي لو كان أجدادكم الذين تستندون إليهم في العقيدة والعمل من العلماء والمهتدين لكان اتباعكم لهم اتباع جاهل لعالم لكنكم تعلمون أنهم لا يعلمون أكثر منكم ولعلهم أكثر تخلفا منكم ومن هنا فإن تقليدكم إياهم تقليد جاهل لجاهل وهو مذموم في ميزان العقل وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أن لو كانوا يعلمون شيئا لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم آباؤهم أو ما شرعوه هم لأنفسهم ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه وبين يديه شرع الله وسنة رسوله فالآية الكريمة زيادة في توبيخهم وتوبيخ آبائهم لأنهم جميعا مشتركون في الإنغماس في الضلال والجهل بعبارة أخرى أيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ويغلقون على أنفسهم باب الهداية ليبقوا في ظلمات الضلالة ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من الحق ولا يهتدون إليه لانطماس بصيرتهم إن القرآن يطرح التساؤل لا ليأخذ الجواب بل ليوحي لهم بالجواب الحاسم من خلال جو الأفكار لهذا المنهج الذي ينتهجونه فيما يوحيه السؤال من إنكار ليتحرك الجواب في خطوات الواقع الذي يتغير بتغير الناس في أنفسهم والله العالم في ذلك إن من الأمور التي كانت سائدة في الجاهلية والتي تكررت الإشارة إليها في القرآن التفاخر بالآباء والأجدال وإجلالهم إلى حد التقديس الأعمى واتباع أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم وليس هذا مقصوراً على الجاهلية الأولى فهو موجود بين كثير من الأقوام المعاصرة ولعله أحد أسباب إشاعة الخرافات وانتقالها من جيل إلى جيل وكان الموت يطفي هالة من القدسية والإحترام والإجلال على الأسلاف لا شك أن روح الاعتراف بالجميل ورعاية المبادئ الإنسانية توجب علينا احترام الماضين من آبائنا وإجدادنا ولكن لا أن نعتبرهم معصومين عن كل خطأ ومصونين عن كل نقد وتجريح لأفكارهم وسلوكهم فنتبع خرافاتهم ونقلدهم فيها تقليداً أعمى ليس هذا في الواقع سوى لون من ألوان الوثنية والمنطق الجاهلي إننا من الممكن أن نحترم أفكارهم وتقاليدهم المفيدة ونحطم في الوقت نفسه عاداتهم غير الصحيحة خاصة وأن الأجيال الحديثة أوسع علم وأعمق معرفة من الأجيال السابقة بسبب مضي الزمن وتقدم العلم والتجربة وما من عقل رصين يجيز تقليد الماضين تقليداً أعمى ومن العجيب أن نرى بعض العلماء وأساتذة الجامعة يعيشون هذا اللون من التقديس الأعمى لعادات السلف فيبلغ بهم التعصب القومي إلى التمسك بعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان متبعين بذلك منطق العربي في جاهليتهم الأولى وجاء الإسلام جاء الإسلام ليناقش هذا الخط في التصور والممارسة وليخطط للناس المنهج الصحيح في ذلك كله فللتاريخ علاقته بالحاضر من موقع العاطفة البسيطة التي تشد الإنسان إلى آبائه وأجداده وحركته في الفكر والواقع من خلال الدروس والعبر التي يمكن أن يقدمها للأجيال المقبلة فيما خاضه الأولون من تجارب الحياة وليس له فيما عدا ذلك أي دور بل هو في أشخاصه ورموزه وحوادثه مجرد مرحلة من مراحل الزمن الكثيرة الحافلة بالأخطاء والانحرافات تماما كما هو الحاضر في حركته الفكرية والعملية وكما هو المستقبل بما يختزنه في داخله من أخطاء محتملة في التصور والممارسة والعلاقات لأن هذا الماضي كان حاضرا وسيكون الحاضر ماضيا غدا والمستقبل بعد غد ماضيا من الماضي الذي يقدم للتاريخ فيما يكتبه المؤرخون كثيرا من الهزائم والانتصارات وكثيرا من حالات الفشل والنجاح والخطأ والصواب لتستمر الرحلة البشرية في هذا الاتجاه إلى نهاية العالم أما الحديث عن المجد والقيمة التي يحملها الأبناء من الآباء فهو حديث خرافة في مفهوم الإسلام لأن الإنسان يستمد مجده وقيمته من خلال كفاءاته ذاتية في العلم والعمل ولا يمتلق أحد أن يعطيه أي تقيمة إضافية بعيدا عن خصوصياته الأساسية وليس للآباء ليس لهم أي دور في ذلك من قريب أو من بعيد فإذا كان الأب صالحا فصلاحه لنفسه وإذا كان غير صالح فإنه يتحمل مسؤولية ذلك وهكذا الأبناء بالنسبة إلى الآباء ولهذا فإن خطأ الآباء في تصوراتهم لا يضعف قيمة الأبناء إذا اعترفوا بذلك أو غيروه بل يؤكد قيمتهم بما يدل عليه من استقلالية في الفكر وأصالة في الشخصية وابتعاد عن الانطلاق مع العاطفة على حساب الأفكار والمبادئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة